العملية البرية علامة السؤال الكبرى في هذه الحرب الخطوة التي يجمع الإسرائيليون على أنها قادمة بالقول على الأقل ويختلفون على باقي تفاصيلها مدى عمقها ومدتها والجهوزية لها الجيش يكرر كل يوم أنه جاهز لها بانتظار أوامر الساسة والساسة يردون بأن القرار سيتخذ مع الجيش في أفضل وقت وظرف وينفي الساسة وجود أي اعتبارات خارجية وراء تأخر اتخاذ القرار نحن نعمق تعاوننا مع حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة ونحن نتخذ القرارات فقط وفق مصالحنا الواسعة والمعركة ستدخل قريبا في مراحل جديدة أقوى هذه المعركة ستكون طويلة وصعبة وهي لا تسير وفق مطالبات وسائل الإعلام وعلى الجميع أن يتحلوا بالصدر ويقول محللون إنه رغم نفك الحكومة إلا أن واشنطن تؤخر العملية البرية إلى حين الحصول على أجوبة من إسرائيل أساسا حول ما بعد الحرب كما يأخذ الأمريكيون العديد من الاعتبارات الأخرى بالحسبان كاحتمالات اندلاع حرب إقليمية وهي اعتبارات إسرائيلية أيضا وليست أمريكية فقط للمستوى السياسي اعتبارات أخرى غير اعتبارات الجيش اعتبارات على المستوى الدولي كالعلاقات مع الولايات المتحدة وأخرى تتعلق بمستقبل القطاع ما بعد الحرب وهذه من اختصاص المستوى السياسي وليس الجيش ولأن الساسة لا يملكون الأجوبة فهم يؤخرون العملية وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنه جرى في الأيام الأخيرة تقليص خطط العملية البرية في القطاع جراء كل هذه الاعتبارات فيما تحاول الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بالاعتماد أكثر على الضربات الجوية وتقليص الرهان على التواغل البري خاصة وأن عملية برية ستؤدي إلى هبوط حاد في احتمالات إنجاز صفقة حول المحتجزين لدى حماس سرعان ما اكتشف سياسة إسرائيل أن العملية البرية التي هددوا بأن تشمل كل القطاع قد تقلصت وأجلت إلى حد كبير تحت ضغوط واعتبارات إقليمية واسعة ما جعلهم محل انتقادات من الجيش والشارع الإسرائيلي نضال كنعني سكاينيوز عربية القدس